ماذا عن نادي الزمالك وتبقى التصريحات يا شوف كندوسي عمل حكاية في النادي الاهلي بتصريحاته ناحية التانية كابتن هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك برضو عمل حكاية بس من نوع اخر كابتن هشام نصر تلع وقال انه زيزو طلب فوق الستين او السبعين مليون جنيه عشان يجدد تعاقده مع نادي الزمالك وعادة الحاجات دي ما بتتقلش في الاعلام يعني الاركام دي ما بتتقلش في الاعلام بس هو قالها يعني قال الحكاية التصريحات دي ازعجت والد زيزو اللي هو وكيله يعني ازعجته جدا وطلب توضيح من الكابتن حسين لبيب وقال له نصا قال للكابتن حسين لبيب نصا والد زيزو قال للكابتن حسين لبيب التالي لو مش موافقين على مطالبنا قولنا بشكل نهائي عشان نعمل حسابنا وناخد خطوات بعيد بعيدا ان احنا نتحط في مواجهة مع الجمهور او مع الاعلام والد زيزو قال لكابتر حسين لبيب ان ابنه ضحه كتير وعلى الاعل ما ينفعش يتقال عليه كده في الاعلام خاصة ان زيزو ما استغلش اي نجمية ليه اثناء التفاوض في المقابل المحترم المحترم بقرارها دايما كابتر حسين لبيب اكد لوالد زيزو ان هناك جلسة هتعقد معه ومع زيزو بعد السوبر المصري وهيتم من خلالها حسم الملف نهائيا فيه يا جماعة الموضوع بتاع التصريحات الاعلامية دي خطورتها ان عاملة زي الطلق كده لما بتطلع خلاص هتصيب ما بترجعش الكلمة مسئولية فكرة كابتر شام ناصر من الشخصات المحترمة جدا بالمناسبة يعني جدا بس خطيرة يعني ممكن فجأة تلاقي نفسك روحت بحيطة تانية خطورة ممكن تلاقي زيزو بس يقولك لا والله انا خلاص مش عاجبني الكلام ده انا حاسي كده هبقى في المواجهة مع الجميل طب انا مش حسن مثلا يعني اغنية تبقى واقع خطوات لقدام اقولك الحكاية دلوقتي بالنسبة لزيزو ايه وهقولك توقعات الحكاية بالنسبة لزيزو خمسين خمسين يكمل مع الزمالك او يمشي توقعات الخمسين في الماء انه يكمل مع الزمالك دي هتزيد جدا نعمل اللي جاية وانا اتصور واتوقع عن نادي الزمالك مش هيسيب زيزو وزيزو عنده رغبة انه يكمل مع نادي الزمالك طيب اكريم ستين سبعين مليون جنيه في الموسم ايه الارقام الكبيرة دي بالعقل كده شباب بالعقل كده الراجل ده بيجيله في الموسم متين مليون واكتر في دوريات خالجية متين مليون في الموسم واكتر فلما اجي اقولك انا عايز ستين سبعين مليون في الموسم ده اقل من خمسين في المائة من اللي هاخده بره طيب بلاش دي نوعية زيزو ده لو هو لعب افريقي مثلا ولا لعب اجنابي وحبيت تشتريه هتديله في السنة كام على الاقل اثنين مليون دولار لو بنفس النوعية والكواليتي ده على الاقل هتديله اثنين مليون دولار في الموسم يعني هتديله كام حوالي ميت مليون جنيه في الموسم فالرقم برضه يعني في القريب ودي الارقم اللي بقت تدفع خلاص ده الواقع يعني انت الرقم يخدك طبعا ايه الرقم ده وليه عايز ياخد الرقم يا عم اقولك احنا بنحسبها ازاي يعني يا عم لو اخد عشرين مليون جنيه يعني مش يبقى مبسوط يعني اخد عشر مليون جنيه مش يبقى مبسوط عشر مليون جنيه دول يعملوله ويعملوله لأ أنا راجل مدتي في الكرة مثلاً 3-4 سنين في البيك وبعد كده مش أخد فلوس أصلاً ناحت فأخد قمتي دلوقتي يعني أنا مقيم سعري بكذا فأخدهم ببساطة يعني مش لازم بقى يخدهم بالضبط من نادي الزمالك يعني مش هو مثلاً في الخليج 200 مليون جنيه فأيقول للزمالك يا دي دوني 200 مليون جنيه وقال لأ بنقرب المسافات الزمالك الدك كتير قوي وإنت أديت للزمالك فتعالنا نشوف حل وسط كده بس وسط لحد يخسر من الاتنين يعني وإن كان زيزه في كل أحوال بحزبة فلوس خسران بس كذبان حاجات تانية بقى اسم الزمالك جماهرية الزمالك عشي جمهور الزمالك ليه أستريوتو اللي بقت في نادي الزمالك فيه تفاصيل تانية بياخدها مع الفلوس طيب ترجمة نانسي قنقر